يا أحياني اظنى معينة صيحنا بيتامنة لا فاحتها واطفها لا دعوة ومجرد راي هذه من مبادئنا صيحنا بيتامنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام حينما نريد الحديث عن إحياء عاشوراء لابد أن نبدأ بالمنبر والموكب وبعدها ننتقل للأساليب الأخرى كالفن والمسرح وغيرها في حلقة اليوم سنتناول الموكب الحسيني وبالتحديد سنتناول إدارات المواكب واللجان التنظيمية ودورها في إدارة وتوجيه المواكب الحسينية ضيفنا لهذه الليلة شخصية تميزت بالعطاء في هذا المجال لفترة طويلة جدا واكب من خلالها حركة التغيير الأخيرة التي طرأت على المواكب الحسينية ابتداء من حقبة السبعينات ليومنا هذا لن نقدمه بنبذة تعريفية لأنه غني عن التعريف رحبوا معي بضيفنا الشاعر الكبير والرادود القدير الأستاذ عبد الشهيد الثور استاذنا العزيز من المسلمات أن يكون لكل عمل منظم إدارة ولجان وذلك لضبط إيقاع سير هذا العمل في الموكب الحسيني ما هو الدور الأمثل الذي يقع على عاتق اللجان المنظمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أود أن أعزي جميع المؤمنين بذكرى عاشورى ومصابع بالشهداء الدور الأمثل للجان لجان الموكب أن تبرز الموكب الحسيني بصورة ترضي أهل البيت عليه السلام في نفس السياق مبادئ وقيم أهل البيت على كل أصعدة الموكب الكلمة، اللحن، الرادود، الشاعر، المعدسي، العضو اللجنة نعم والمفروض أن على كل لجنة يكون عندها توثب لتقديم كل ما هو مميز وجذاب لمحبي أهل البيت من أجل أن نستطيع أن نقدم الإحياء بمعنى الإحياء حقيقة يعني الإحياء معنات أن تحيي ذكر أهل البيت تحيي أن توصي له أن يكون جذاب أن يكون مؤثر في المتابعين برأيي أن لا يكون الموكب مكتفي فقط بترتيب الموكب يعني لا يكون فقط اللطم يعني يكون العمل قبل الموكب وأثناء الموكب وبعد الموكب وخارج الموكب بفعاليات داعمة للموكب نعم تثقيفية ثقافية على مختلف أنواحها كما سيأتي في أثناء الكلام ذكر بعض من هذه الفعاليات حسن أبا علي في مسيرتك الموكبية واكبت العديد من إدارات المواكب واللجان المنظمة هل ممكن أن تصف لنا ذلك وكيف كان عملهم في الحقب المتعددة التي شهدتها أنت مع مزاياتي في الثمانينات نعم ثلاثة وثمانين أربعة وثمانين كان في موكب حسينية بن خميس تركيبة الموكب ومو التركيبة المعقدة الموجودة الآن كان عملنا في تلك الفترة يعني نتكلم عن ما يفوق الثلاثين عام نعم عن على طريقة تنظيم الجدول فقط ما في الفعاليات الثانية ولا ما قبل ولا ما بعد قد يكون بعض الحال التقاء بالروادين وقد جلسات تسميع الحال كان في جلسات نستمع إلى الألحان ونقوم الألحان هذا اللحن ممتاز هذا اللحن لا يحتاج إلى تعديل هذا اللحن يحتاج أنه ننقله من داخل إلى موكب برا كان فيه تواصل مع الروادين بهذه الطريقة هذا يتكلم عن ثمانينات جميل في مرحلة تقويم الألحان والسماع من أجل أن نخرج موكب أفضل ما يمكن أن نقدمه كل الآرات وطرح وتساهم في تعزيز النجاح كان عمل تقوب وكان فيه تكاتف في الروادين على أنه كانت كثرة الروادين يعني ممكن تشكلهم بمستويات يعني أكثر من مستوى إلا أنه كثرة بما فيهم روادين داخل روادين خارج روادين وقفات نعم وكان فيه عدنا أسلوب أنه نوفر القصائد بل ونوفر الألحان بعض الأحيان جميل توفر القصيدة واللحن إلى الرادود ومن أجل أن يشارك مشاركة ناجحة فهذا تقريبا تشخيص إلى عمل الليجان في الثمانينات كان بهادث البساطة وبعض الأحيان يجرى تقييم إلى القصيدة على مستوى الأداء والنجاح فيما بعد ما كان أكثر من هذا نعم وكان تقريبا كل المجموع الروادين معظمهم من المنطقة في تلك الفترات ما كان فيه تبادل الروادين من منطقة إلى أخرى إلا القليل النادر يعني في السنتين مرة واحدة رادود من منطقة أخرى ما شاء الله فكان فيه عمل يعني دؤوب على تنمية قدرات رواديد المنطقة لذلك يمكن تستطيع أن تشاهد وتميز أن منطقة السنابس فيها عدد كبير من الرواديد البارزين يمكن الموكب المركزي ساهم في إبرازهم إلا أنه اللجنة ودعمها لرادود المنطقة كان يساهم في إبراز الرادود يعطيه فرص نعم صحيح جميل حسنت عفوا يمكن هذا مرحلة الثمانينات أنت بتنتقل إلى مرحلة التسعينات لو أنا أنتقل إليها مباشرة عندنا مرحلة التسعينات كانت عندي انتقال إلى إدارة مأتم السنابس في الفترة القبلية كانت في حسينية بن خميس وتتخلى لها مراحل أنه الموكب مشترك في مرحلة مأتم السنابس على صعيد الموكب أنا في مأتم السنابس أسست نمط آخر من اللجنة يعني أنا كنت أميل إلى أنه لا نجري وراء المسميات مسمى لجنة الموكب كل منطقة أدها لجنة الموكب لذلك أخذت مسمى آخر سميتها مجلس الموكب انطلاقا من أنه كنا نجلس مع الجماعة مجموعة يعني اللجنة ونتشاور في الأمور وأثريت على أنه يكون عندنا موقع خاص في المأتم يعني ممكن بعض من نقاط الضعف التي تلاقيها الليجان في المأتم أنه ما عندها موقع ما عندها موقع ما عندها جهاز ما عندها موقع للالتقاء يحفزها على الالتقاء على التشاور يعني بعض الأحيان يلتقي في المأتم في أي مكان عام ممكن أي أحد يكون داخل طالع عليه بس لما يكون عندك مكان خاص عندك جهاز عندك المعدات بتشتغل بها في الموكب يكون إليك خاصية وخصوصية تحفز على العمل لما وفرنا المكان في مجلس الموكب انطلقنا أنا رؤيتي أنه لجنة الموكب ما يكون شغلها بس كما ذكرت سابقا ما يكون شغلها فقط موكب ولطم هذا جوز من شغلها الفعاليات الأخرى يعني أحطيك حين نماذج من فعاليات اللي أقمناها في مجلس الموكب وكانت تعتبر نوعية في الفترة اللي أنا استلمت لجنة الموكب على مدى ست سنوات تقريبا أصدرنا نشرة نشرة نطبع منها ألفين خمسة آلاف في السنة ثلاثة أعداد اسمها موكبي ولكن المحتوى يتفرع إلى كل جوانب الحياة ثقافية دينية علمية موكبية فيها على الموكب فيها لقاءات مع أدبة مع علماء مع رواديد أصدرنا من هذه النشرة ما يقرب من عشرين عدد على مدى هذه السنوات وهذا عمل يمكن غافلين على اللجان العمل التثقيفي مهم لأنه يعزز جوانب من جوانب الموكب أقمنا دورة إعداد الرادود دورة إعداد الرادود كانت متنوعة بين فن أداء الرادود وبين البرمجة العصبية وبين المقامات الصوتية فكانت متنوعة وضيوف متنوعين كذلك على تقريبا 12 ليلة يعني متفرقة في الأسبوع كالأسبوع ثلاث ليالي وكانت تسجيل وبرسوم أيضا من أجل الالتزام فكانوا بعض رجال الموكب يحرصون على أنهم يدفعون رواديد منطقتهم للإشراك في اللجنة فدي الدورة كانت مميزة وكانت يعني مؤثرة في الرواديد أضف لأنه أسوينا دورة أخرى اسمها دورة الرسالة الموكبية على غرار دورة إعداد الرادود الدورة إعداد الرادود كانت سجلناها على السيزياتهم كذلك كانت توزعها على المجموعة وأصدرنا معها كتاب اسمه الرادود النموذجي وكان يوزع على الرواديد في مقالات أنا كتبتها عن الرادود بعض الأحيان عن استخراج الألحان بعض الأحيان عن فن الأداء ومواصفات الرادود وهكذا أنشأنا كذلك موكب للأطفال الصغار سمينا رياحين الزهراء بحكم أن الأطفال مو معتنى بهم غالبا في معظم المواكب فقط الكبار الجاهل يصير ضايع في المواكب ما أحد يعتني به وفي هذا الاستياق عملنا شخصيتين دميتين دميتين ريحان وريحانة في نفس سياق الرياحين الزهراء وثونا لهم وجهين يلبسونهم طفلين ولباس خاص يمثلون بعض القيم الإسلامية والعاشرائية واللي يدعو إلها أهل البيت مثل البير مساعلة الضعيف المحافظة على الصلاة التعاون هذه القيم يكتبونها بعض الأخوة كقصص يتحاور فيها ريحان وأختها ريحانة وأكيد أن الطفل عندما يكون فيه شخصيات طفولية ينشد إليها أكثر من مثلا يأتي إليه واحد يتكلم إليه أو رجل يتكلم إليه فيكون إنشداده مع الطفل أكثر هم كذلك سوينا للأطفال شهادات يعني بخط طفولي نخلي الطفل يجي يجي بصورة نحط صورة ونعطيها إليها ونكتب اسمه فالطفل يتعلق بالمأتم وبالموكب أسسنا كشافة سميناها سواعد الولاية كانت تشارك في الموكب وتشارك في دعم الفعاليات اللي نقيمها مثل دورة إعداد الرادول أو غيرها يساهمون في توزيع في التنظيم وكنا نقيم إليهم فعاليات رحلات وجلسات بعض المشايخ يتكلمون إليهم لفترة ما أعينا أدوا دور واجد ممتاز نعم طبعا كتاب سمينا شعراء من كربلاء الثانية بحكم أن البحرين يسمونها كربلاء الثانية جمعنا قصائد أربعين شاعر من مختلف البحرين قصائد موكبية الشاعر وقصيدته ومنظم بطريقة جميلة ووزعنا الكتاب بحكم أنه هذا جزء من ثقافة الموكب أن توزع النص أن تجعل النص يستولي على المستمعين على المتابعين على المعزين لا يكون فقط اللحن هو الحاضر طبعا كتابين لمقالتين عن عاشوراء واحدة عن اهتمام أهل البيت بالعبيد مثل اهتمام إمام الحسين عليه السلام بجون والأخرى المقالة عن فعاليات عاشوراء من منبر وموكب وسواد وغير وترجمنا دي المقالتين كل مقالة بخمس لغات طبعا الكتابين على سنتين متفرقتين متباعدتين بأكثر من ألفين نسخة والكتاب الأول وعيدة طبعا كذلك وكنا نوازعها وكنا نهدف منه أنه نصل إلى غير ناطقين بالعربية والمتواجدين في محيطنا واللي غالبا ما يدرون ايش صاير في عاشوراء يشوفوا كنت تعزي وتلطم والدنيا يعني عويل وبكاء وضجيج ويش صاير ما يدري فضروري أن نوصل صوتنا إلى هؤلاء من أجل أن يتعرف على العاشوراء بلغته فكنا نهدف إلى إيصالة إلى الخدم والعاملين كذلك الموجودين في محيطنا الذي في كل قرية يمكن في ألفين ثلاثة آلاف وما لا يقل عن هذا العدد كنا قبل أن يكون شعار عاشوراء أن المجلس العلماء كان يأسس كنا قبل على مدى يمكن خمس سنوات كنا نخرج شعار كل بداية عاشوراء شعار يعني نشتغل عليه لأشهر الشعار يعني نختار الكلمات نضع كلمات كثيرة عشرين ثلاثين كلمة بعدين نفرزها نطلع بكلمة بعدين نوزعها على الرواد على الفنانين وكل فنان يجيب أكثر من خيار ونفرزهم نطلع بصورة واحدة هي نعتبرها الأفضل ونبدأ نعمم الشعار على كل فعالياتنا سوينا فعالية مثلا عداد الرادود طبعا كتاب نحط الشعار إعلاناتها الدورة فيها الشعار إعلانات الموكب فيها الشعار الإعلانات الثانية الموجودة أي فعالية ثانية في محيط مجلس الموكب بل في المأتم كلها يكون فيها الشعار ما شيء وغالبا بعد بعض الأحيان يمشي السياق النص إذا في قصيدة في نفس السياق يعني كان عندنا شعار حسينيون في أخلاقنا وعاشوراء نحو التهديب ويدا أمة واحدة وريدوا أن أمر بالمعروف يدا بيد يعني هذه كانت الشعارات وكنا نمشي بالشعار لآخر العام من بداية عاشوراء إلى آخر العام الشعار ماشي في كل الفعاليات كان فيهم كذلك مع الشعار كنا نعمل مسيجات صوتية نشيدة بسيطة عاشورائية ترسخ الشعار في الشعار فكانت توزع كنا بعض الأحيان مع بداية كان موجود آلية البلوتوث في التلفونات فكان عندنا جهاز أمام الماتم يجون المعزين مع حضور الجمهور هذا كله نبدأ نرسل المسيجات على التلفونات فهو يجي المسيج يستقبله يروح في التلفون عنده فبعد هذا ومع هذا أيضا عملنا مجموعة بريدية فيها أكثر من 28 ألف إيميل وكنا نضيف يعني بس آخر شيء كنا وصلنا إلى 28 ألف إيميل كل الفعاليات نبدأ نرسلها فيها يعني مجرد ما هذا ترسل البريد يصل إلى 28 ألف إيميل يعني مختلف الأماكن والأعمار وقد يكون التوجهات سوينا اشتغلنا على عمل وبريت وانتصر الحسين أكيد شايفين نعم واشتغلنا على عرض على أكثر من قناة العمل كان مرتب إخراجاً ونصاً وتنفيذاً وترويجاً العمل كان فيه أكثر من هدفي إنه أن توجد العمل الموكبي المتقن اللي يكون مميز أن توجد العمل اللي ما يكون مجرد يعني محاولة للخروج إلى الإعلام بأي شيء إن كان وكان فيه من الأهداف أيضاً أن تبرز بعض الرواديد اللي مو بارزين إذا أحد يركز على العدد اللي فيه يمكن 16 رادود مو كلهم بارزين فيهم ثلاثة أربعة خمسة مو من البارزين فإحنا كنا نريد أن بيظهور البارزين يظهرون الأوجه الثانية على أساس نكون إحنا ساهمنا في إبراز الأوجه الثانية اللي ما أخذت فرصتها في الموكم بالنسبة للأطفال كنا نطبع كتيبات للتلوين فيها القيم يعني بعضها ما في قصة بس صورة يعني واحد طفل يقود شيخ كبير كفيف يعني عبر بشارة فهي توصل القيمة واحد داخل المسجد يلون واحد عائد عيادة المريض نعم فكنا نوزع عليهم الألوان والكتيبات لأن الطفل يعني هذه الشغلاته مو غالبا يعني مو شغلا أنه يعزي أكثر لحسن خليه جوز بسيط من الفعالية الباقي فعالية تشجع نعم في سنة من السنوات سوينا ليهم لوحة طويلة يعني جبنا ليهم مثلا الكينباس هذا البنار طويل يمكن أكثر من مئة متر وخلينا الأطفال ممتدين على القطعة ويرسمون يعني كانت طويلة لوحة طويلة في الرسم الرسمية من أجل أن تشجع يعني الطفل تقول له ارسم موقف من مواقف عاشورة التي تذكرها واحد يرسم القاسم واحد يرسم العباس واحد سكينة واحد أولاد مسلم يعني يشجع الطفل على أنه يبدع نعم كان عندنا كذلك سلوب أنه كل وفا بعنوان مو يعني محرم يأتي خلاصة كل يالي ليلة حادي ثاني ثالث رام لا كل الليلة بعنوان ليلة حادي عندها عنوان ثاني عنوان ثالث عنوان وغالباً تمشي العناوين في سياق الشعار يعني إذا الشعار كان أريد وأنا أمر بالمعروف تحصل العناوين تمشي في نفس السياق ويمتد الموضوع العناوين إلى آخر الوفيات عنوان الوفاة البوستر اللي يطلع ده في عنوان الوفاة يعني لكل وفاة عنوان يعني مثلاً الإمام الحسن يكون العنوان سلماً لمن سالمكم مثلاً الإمام الباقر عليه السلام المدرسة الباقرية الإمام الكاظم سجين الحرية وكنا بعد نضمن العنوان في لافذة الموكب التي تمشي أمام الموكب نكتب العنوان بعض الأحيان باللغتين العربي بالإنجليزي كل وفاة تبدل العنوان إلى إلى نفس العنوان الوفاة قال عندنا كذلك توزيع كتيبات يعني صغيرة اللي يسمونها نوتبوك مال الجيب لتمرير الشعار هذا على أساس الشعار عليه الشعار وعليه بعض الكلمات اللي مرافقة إلى الشعار تعزز الشعار ملصقات صغيرة تعزز الشعار بأكثر من تصميم وبكلمات متنوعة غالبا ما هي تحاول الكلمات أن تبث القيم اللي مستوحات من قيم أهل البيت عليهم السلام وماذا عن الرادود أبو علي هل يلتزم بتعزيز أيضا الشعار إحنا غالبا كنا ندعو الرادود لأنه ترى شعارنا مثلا وفاة إمام الحسن سلم لمن سالمكم إذا استطعت أن تضمن القصيدة في المستهل دل النص كان ممتاز وعندنا نماذج واجد في قصائد كانت في نفس المستهل نفس الشعار على أساس أنه أنت تتعاون مع الرادود للذهاب إلى سياق آخر من المعتاد السياق المعتاد كنا نركب لامبوس في المنطقة عمدت الإنارة يعني 20-30 عمود مع بداية محرم كنا نحط فيها الرادود مثلا كل واحدة رادود يوم معين وفيه الشعار وفيه قيمة معينة مصاحبة إلى الشعار طبعا كتاب على مستوى إلى الرادود اسمه أوزان الرادود اشتغلنا على جمع الأوزان الموجودة في الموكب بالإضافة لأوزان الأوزان الخليلية وتفريعاتها وشفنا ما هو مقبول منها ووضعنا على نص وتفعيله وعلى أساس يخدم الرادود في التلحين لا يشرق وغرب في التلحين بطرق يعني تكون مو صحيحة ومتعبة إلى الشاعر ومتعبة إلى النتيجة على مستوى النص وهذا وزعنا على الرواديد يعني في أكثر مناطق البحرين كان في عندنا في الفترة الأخيرة خدمة إرسال المستهل يعني قبل المشاركة حين مثلاً جاي ليلة سابع قبلها يوم ثالث العصر نرسل المستهل مكتوب بوست يعني تشريها صورة هذا المستهل الليلة الفلانية على أساس المستمع المعزي اللي بيحضر يعيش المستهل قبل المشاركة المشاركة يعرف بعض من طبيعة المستهل لأن القصيدة حماسية هي هارة يعيش يعني شيء جاء من التفاعل قبل كنا نطبع القصائد بعد المشاركة التوزيع على الجمهور على أساس نوجد ثقافة النص حضور النص عند الجمهور صار عندنا ثقافة اللحن السماء القراءة القراءة النص على أساس يعتاد المستمع على قراءة النص كما هو لا يستمع غلط لا يعيش اللحن الذي يفرض نفسه عليه كنا عملنا فترة تكريم كبار المعزيين الآباء على أساس يشعرون أنه كان لهم دور في الموكم وأنهم غير منسيين يعني هذا تقريبا أتذكر بصورة سريعة كنا عملنا مسابقة شعر بعنوان السابقون إلى الحسين في الشقين من الشعر الفصيح والشعبي لتنشيط الشعراء للكتابة مو فقط في الموكب يكون في الجوانب الأخرى هذه تقريبا خلاصة اللي أتذكر برنامج حافل إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذه الليلة مع الشاعر والرادود العزيز عبد الشهيد الثور ونستكمل الحلقات الأخرى لاحقا إن شاء الله بإذنه تعالى ولا ننسى قبل أن نختتم هذه الحلقة أن نسلم على سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته